لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة السلام عليكم اعزائي الكرام احداث قصتنا بدأت في مدينة العرائش في واحد صباح نهار 15 فبراير 2008 في باحة الاستراحة توقف واحد الكاردي السياح الشيفور نزل والسياح تاوم اخرجه تفرقوا في الباحة الشيفور نزل قليلا على السياح ومشان جيت الشجر وقبل ما يوصل قالوا واحد الراجل متكي له الشجرة وفي الساعة كل صباح بكري وشوفه مضبه الشيفور ما عرفش علاجة واحد البلوام شي طبيعية سحبلوا الراجل المتكي من المتشردين اللي ما عنده بشي فين يسكنه الشيفور حنقلبه وقال يسوله إذا محتاجوا يعاونه من اللي وصلنا عنده شف الراجل قعمد دافي واستغرب وهو يتحنى عليه الراجل كان عينه مفتوحين وكان تحوي جوغارقة في الدم وما كان شي كتنفس ومن لحاده كان بارد ديك اللحظة صافة عرف الشيفور بلي الراجل الميت ورشع كي يجري نلكار دمارة وبعد عن الاستراحة وقف جهة المقابلة عايت بالتليفون البوليس وباللغ بليكتشف راجل الميت قال بني ما يقدرش يبقى مدة طويلة وبقله غير باع ساعة باش يتحرد اعطى رقم تليفونه واسميتو كنيتو وقبل ربع ساعة كانت وصلت موبيل للبوليس في ديك الساعة الشيفور كان خارج بالكار غير شف البوليس هو يوقف وورينا البوليس المتعد للجتة في ديك الساعة كان وصلت من الملازم عتمان بوهار وبعد دقائق وصل عمير الباسو العيدولي في المعاينة اللونية لاحظوا بلي الجتة اللي لقوها ماشي بعيدة على الطرق المعبدة ولاحظوا ان الجتة شي حد شرة من الطرق حتى نشجرة وكيف حل هذا اللي جار الجتة بغي خبعة ويبعد عن الأنظار كان القاتل بقي الشاب في عمره تكون ديك 25 وكان في راسو واحد ضربة هي اللي سبت له في نازيف حد وهاتش اللي يبان في المعاينة اللولى ماشي برح تواتي قاكة تدل على الهوية دي القاتل واتصل العميد باسو بالنيابة العامة وطلب سيارة إسعاف مباشرة نقل جتين مستودع الأموات اللي في العرائش وكان آمر العميد واحد عنصر من مصلحة تشخيط القضائي باشي رفع البصمة دي القاتل على الله عجله في تحديد هوية القاتل طبيب دي المشرحة تبين له بللي الضحية مات بسبب تعرضه لعدة إصابات في الرأس ووفداته مبقى حتى شك بللي الضحية مات مقتول من اللي اخدوا البصمة عرضوها على القاعدة دي بيانات وكتشفوا بللي الضحية اسمته عبد الحق برصة هو شاب من سوق الأربع الغرب من مواليد 1985 عازب والمهنة ديالو طالب مباشرة توجهوا البوليس من المطعفين كان ساكن اللي يمسجل في القاعدة دي بيانات واكتشفوا بللي رحل هدي عام في الورق اللي مقدم باشي عدن البطاقة الوطنية الشهادة كتبت بللي مسجل في كلية الحقوق وعندو العمل لول امشأوا المحقيقين الكلية ودخلوا الإدارة على الله يحرفوشي حاجة على الضحية وعلى السكن الجديدة كان عبد الحق برصة انتقل من السكن ديالو عام قبل وولا كيسكون فوح الدرم تكون مجود طبقات في زنقة الظهور في الحي الجديد كان كيسكون فوح الشقة صغيرة اتصل العميد بصاحب العمارة اللي جاب معه نسخة دي المفاتيح بحيط قال انه كيحتفظ به بالموافقة دي الكاري افتح الباب وكانت في الشقة فرش قليل بزاف كان سرير وطبلة وبطاة صغيرة ضد الطياب وفي الأرض كتوبة اللي في الأغلب مراجع في القانون وقال صاحب المنزل باللي عبد الحق معروف داخل سقراسو ومأدب وما كيدخل عندو حد الساعة اللي كانو كيد صفحو الكتوبة جبرو حد تصويرا كان تصويرا دي العبد الحق ووحد البنت حداه في الضهار دي التصويرا تكتبت واحد العبارة اللي خلت العميد دي وقفو بلصو يتصمر كان مكتوب عن سرد لك هالتصويرا عربون دي التمسك بيك واخدك خاقبو لحيا كي وقفو الوجه دي العلق طنات طاهرة كان التصويرا ندخل واحد البرا فيها تنبر وما مكتوب فيه لعنوان ولا اسمية البنت اللي بغي يسرد لها ومن الأشياء اللي يجبروها المحققون ووحد اللي كناش فيه شي أرقام دي التليفونات تف العميد في دوك الأرقام يقدر يكون واحد فيه من هادك اللي في التصوير احده الضحية من بعد ما اخدى اليد مني يا بالعمة تبين له بني واحد الرقم من دوك الأرقام بإسم دليل المهري العميد سرد من العنوان اللي اعطاته البنت نهل نشرة الرقم باش يكتشفوا أمره من اللي وروا تصويرت على بعض الجيران قال واحد منهم بلي كاسكوا مع خاها ولك الباحث مجبر جواب عياما يدق وحتى واحد ما كان يرد عليه قرر العميدي رقم المنزل على الله تبين البنتو خاها بالحقوانو ما بينو وهو يأمر باستجواب الجيران قال واحد منهم كيدون بلي الراجل كينك يحبس خطون داخل الدار حيث بعض المرات كينك يسمع كتغوتو كتلب يعتقوها وزاد قال بلي حتى واحد ما زعم من الجيران يدخل حيث الراجل بولحيا اللي كان معروف بالأفغاني حيث كان كيلبس كيف حال أفغانيين كان متشدد ومتعصب وكان ما كيتردد شي عاير جيرانو بالجاينين والخارجين على الملة عارفوا الباحثين من ملحانو اللي بغير تتدار أن الأفغاني واللي ما كيعارفولو شي شي اسم آخر ما كعشر حد وكيمشي يقلص غير مع الإمام والمؤدين دي الجامع غير سمع العميد هاد الكلام وهو يقصد الإمام على الله يكتشفوه منو شنو اللي واقع وفعلا داك الشي اللي كان عارف منو باللي الراجل اللي معروف عليه بالأفغاني اللي كان سميته محمد من المواضبين على الجامع وباللي سولو مؤخرا فأمر اختو اللي اكتشفها عنده علاقة مع الشاب وباللي وخنها هاد العلاقة اختوله وواستقال باللي الأفغاني اتطر ديك الساعة يوقف على القراية وفي الساعة اللي كانت كتوجد باش توز بالكالوريا حبثه في الدار وكن من الإمام باللي الأفغاني ولا ماشي طابعي ماشي بكل قواه العقلية خصوصا من الليoda كيصالط واحد جامع اللي وصفون بالمتطفيلين على الدين ولي كيدورو على الدواور وكيداعو الفقه وحتى واحد منهم مقاري باش يوعدوا الناس وزا تقال الإيمان باللي واحد من ذيك الجماعة هو اللي طيح عني الفكرة باش يحبس اختو حتى يجبر لاشي زوج لي سترة وواحد آخر وصلت به الدرجة وفتا باش يقتنها باش ما تكونش مصدر عار من عائلتها رجع العميد من الدار دي الأفغاني واختو وبعد ما اخد الإدم من وكين الملك جاب معه جو الشهود ومعلم دي القفولة فتحوا الباب ودخلوا بقو كيف تشوف البيوت مجبروا حد ولكن في واحد البيت من داق البيوت كانت خرجة ريحة خائبة كانت فيه فراش وصطل وسنسلا مربوطة بالفراش كان واضح بلي البنت ما فين كانت مربوطة ومحبوسة انتحت مخدج بارك في حي المذاكيرة فيها اسم عبد الحق كيتكرر بزاف والتوارف كيتأكد بلي البنت كانت محبوسة في البيت آخر كان بعين البيت ديال الأفغاني وفي السلة ديال تصبين كانوا الحويج مصخين محطوطين فيها وهو إجبر العميد سروا لقمجة فيهم الدم في نفس الساعة تحق بالباحثين مؤدن المسجد وقال بلي شاف الأفغاني يوم الصباح هازغتو في كتافو وقال بلي شافكي دخلا التونوبيل وكان رابط لي الدور جلا ومشى عمم العميد الخبار على كل شيء وعلى حتى التونوبيل كان الأفغاني مشان الساحل ومدازشي مدة طويلة حتى كانوا رصدوا التونوبيل حدا وحجية فيها الحجر كان تطلل على البحر وصل العميد والمساعدين ديالون التونوبيل اللي كانت خاوية ولكن في جهة الشيفور الكرسي كان فيه الآثار ديال الدم خف العميد يكون الراجل قتل خطو وبدأوا عملية تمشيط الموطع كله في ذاك اللحظات سمعوا الغوات وطلب المساعدة كان الصوت ديال المرأة مشاوكي جرون جهة الصوت جبروا الأفغاني كيحاول يجرختون الحافة داروا به البوليس وصافي ذاك الساعة كالحل واحد هو الاستسلام مني كانو كيعملوا معه استجواب اكتشفوا بللي محمد المهري الملقب بالأفغاني جاب اخته من دوار حق الغرب اللي قريبة من أصيلة باش يستقر في العرائش بحيث كان خدم في البني والوالدين ديالو كانوا ميتين قال بللي ما كانشي فنيته يرمخته في البحر ولكن كان بغي خوفه حيث خرجت على طوعه وحت حصله عند علاقة مع واحد الوالد ولكن دالينة المهري صرحت بني خاها كان باغي قتله مني هداته تبلغ بين البوليس حيث قتل عبد الحق الوالد اللي بغاها وبغاته واللي كان باغي يزوج بيها وبقد كتب كيان الحالة اللي وصلت له فدال عاميد الأفغاني نداره واش بدل الحواجني كانوا عامرين بالدم الأفغاني وقع ما كانشي باغي يقول حقيقة ولكن في الآخر نهاره اعترف بالجريمة ديالو وبني قتل الولد مني ما بغاش يتخلى على أخته قال بني ما كانشي نوي قتله كان باغي غير يهدر معاه ولكن مني طلقه في الاستراحة اتطور لكلام ندباس للي أدن القتل وعرف العاميد باللي الأفغاني نصحو أحد المتطرفين يقتل الشاب وبالنسبة نخته هو عيدزوج بيها وعيدكون الزوجة الرابعة شرط عنه يكون الزواج حرفي ماشي مواتق وما يتبتو شي حتى تحمل منه كان المقابل عيدزوجه هاد المتطرف وحدا من بناته ولكن هاد البيعه الشارية ما كملت شي حي الدليل رفضت هاد الأمر ومن اللي عرفت باللي خاهقت المحبيب دياله قررت باش تبلغ عليه ولهاد السبب الأفغاني بغي يصفيها نخته البوليس دونه أقواله وأقوال خاته كاملة وقدموها للواكين العام باش يخوذ الجزاء دياله وهاد القصة هي اللي كتنطبق علي هالمثل ديال ومن الحب ما قتل شكرا لكم واللي وصلني هاي القصة ما ينسانيش من دعمه باللايكات والاشتراك ومع السلامة إلى قصة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة